بتحبي أنتي وإخواتك دايماً أحياناً بتبقوا على السوشيال ميديا قوليني بقى بالترتيب كده مين الكبير ومين الصغير بص يا ستي احنا أربع بنات وولد ربنا يخليكم داليا دي أكبر واحدة مالاش علاقة بالفن خالص عندها ثلاث ولاد حلوين كده وعايشة بره مصر عندي أخ دانا بعد كده داليا دانا بعد كده أخويا بعد كده ميس ميس أنا أصغر واحدة تي أصغر واحدة؟ والله العظيم يا لامي يعني على طول كنت مليش كلمة بسموعة كنت أجت يعني يبقوا خارجينهم خدوني معاك لأ أنت الصغير ادوني مفتاح البيت لأ أنت الصغير هتضيعي طب خدوني معاك ومعرفش إيه لغاية عايزة أقولك أن قبل ما تجاوز مومي كان بتيجي معايا الحفلات وكان بتيجي معايا في كل حتة ويعني أكتر واحدة كانت مرتبطة بيها هي أنا يعني معايا في كل مكان بس ده كان بيسعدني قوي كان بيطمني كل حاجة بس ساعات كنت بقولها يا مومي أنا جبرت إلي يفرق بقى إحنا عارفين التلاتة المشهورين ماي ومايس ودانا إنتوا التلاتة إيه الفروق بقى بينكم دانا بعد كده مايس آه لا يعني في الشخصية بقى في الشخصية بصي هي دانا تبرزينة يعني هي تبرزينة بس هي على فكرة فرفوشة وحبوبة وشائية شفتي شفتي عاملة شغلة حلوة قوي ونسبة حباة قوي هو مصر عاملة دانا عاملة شغلة أنا أتمنى أن هي تبقى معاكي في حلقة إن شاء الله بجد والله لأن هي عاملة شغلة ومجهودة عن السياحة أنا بفتخر بيه بتروح أماكن أنا ما تخيلش إن هي تروح أوجات إزاي وعرفتها إزاي فبتتعب قوي في اللي بتعمله وبتطلع مضمون حلو وبتطلع مصر جميلة ومطلعنا أماكن حلوة وبنشوف فنون جميلة وحاجات حلوة أو في مصر إحنا ما كناش بنشوفها فأنا بجد بقول لها برافو عليكي وبقول لها أنا فخورة بيكي وبالحاجات اللي أنت بتعمليها يا ريت اللي ما بتفرجش على دانا يتفرج على الحاجات بتاعتها عشان دي عاملة حاجات حلوة أو